الثلاثين من يونيو ذكرى ستبقى علقة طويلاً في وعينا وذاكرتنا الجمعية أولاً لما تمثله مصر منذ أخر وعمق استراتيجي لكل حواضر العرب وثانياً لأن شعب مصر العظيم في هذا اليوم في هذه ذكرى حسم واحدة من أهم المفاصل في تاريخ مصر عندما لفظ من أرادوا اللعبة بأمن مصر ودورها ومكانتها صحيح يا خالد ومشاهدين كان المشهد رهيب في هذا المشهد تكاتفت القيادة المصرية مع الإعلام ووسائل الإعلام المصرية كافة سواء كانت مقرؤة أم مرئية أم مسموعة استطاع الإعلام المصري أن يلعب الدور الأكبر في تلك الثورة فنجح بإيصال تلك الرسالة وتلك الصورة للعالم أجمع طبعاً زي ما قالت لانا وزي ما قال خالد الحقيقة ضيفنا اليوم هو كاتب صحفي كبير وإعلامي ولكن أعتقد في هذه المرحلة تحديداً هو مواطن مصري بالدرجة الأولى ما الذي حدث وماذا قال وماذا رأى في الشارع المصري منورنا دكتور محمد الباز مساء الخير أهلاً بك مساء النور وأهلاً بحضراتكم يعني أنت بقى هنا كمواطن مصري قضية اليوم إزاي؟ ولا كان كله متداخل مع بعضه؟ لا أهو 30 يونيو والحقيقة مش يوم أو مش يوم طبعاً يعني مش مجرد يوم يعني أنت بتكلمي عن أحداث متعاقبة متتالية كل حدث بيسلم لي الحدث اللي بيليه الحقيقة شهور كان فيه شهور من الأعلان الدستوري لحد ما وصلنا لي ما يمكن أن نسميه الحدث الأعظم لأن الحقيقة في التقدير العام أن ما حدث فيه 30 يونيو هو معجزة بكل المقايس يعني ما كان أحد يعتقد أنه يمكن أن ينتهي هذا الكابوس سريعاً يعني كان ناس كتير جداً بيتمنوا أن ينتهي حكم هذه الجماعة أن يتم استرداد مصر مرة أخرى لكن الأمنيات لا تكفي أو يعني كان لابد من فعل لما حدث الفعل الحقيقة ناس أدراك تبحكي لي على الفعل ده في نفس اليوم أنا عارفة كلنا كنا في حالة ترقب و بننزل قبلها و بنطلع و بنتابع و موجودين على الشاشة و أنت موجود في الجورنال يعني اليوم بحنا نفسه شي زي إحنا كنا في 30 يونيو قبل 30 يونيو كان فيه تخوف شوية أنه الناس ما تكونش الاستجابة على نفس قدر الحماسي الموجود في الشارع يعني إحنا كان فيه مؤشر أنه حركة تمر لجامعة لما أعلنت أعلنت أنها جامعت أكتر من 24 مليون توقيع من المصريين لسحب الثقة من الرئيس وكان 24 مليون دول أكبر من الاتنين المرشحين للرئاسة في 2012 حصلوا عليه فالإعلان ده خلا ناس كتير تقول خلاص ما هو يبقى كده كل اللي توقع على الاستمارة يبقى هينزل الشارع لكن الحياة ورده يعني الناس كانت متشكية كان ممكن تمضي على استمارة و أنت في مكتبك لأنه كان التوقيع على الاستمارات دي وعلى فكرة دي فكرة مصرية قديمة ما كانتش جديدة يعني حصلت أول مرة لما عبدالله النديم جامع توقعات لأحمد عربي عشان يتحدث باسم المصريين يعني من 1882 وبعدين حصلت مرة تانية لما تم جامع توقعات لسعد زغلول عشان هو يمثل الأمة المصرية ففكرة جامع التوقعات ما كانتش فكرة جديدة لكن الرهان كان على تفايلها مرة أخرى فكان الفكرة أنه طيب هل كل واحد وقع على استمارة هينزل يشارك فيه الشارع خاصة أنه كان فيه ضربة استباقية من الجماعة لأنه هم بدأوا الاعتصام في ربعة يوم 21 يونيو قبل يوم 30 يونيو بحوالي 9 يام وكان الخطاب اللي على المنصة كله يعني اللي هو وصل ليه زروته باللي كان قاله طرق الزمر وقتها لما قال إيه يهددوننا بتلاتين ستة ونحن سنسحقهم جميعاً صحيح ودول كانوا أبناء جماعات متطرفة ولهم ثوابق في العنف صحيح وكان فيه تهديدات أخرى مثلاً زي صفة حجازي لما قال اللي يرش فلان بالمية هنرشه بالدم فكان فيه تخوف أنه اللي وقعوا على السمارات ينزلوا الشارع الحقيقة أنه كل هذه التخوفات زالت مع الساعات الأولى اليوم 30 يونيو لقيت الشعب المصري يسحف للميادين وكان المؤشر المهم كمان أنه كان في الفترة اللي هي أعقابة 25 ينار كان فيه حاجة اسمها حزب الكنبة تعرفين مصرين كمان يعني اليوم لقطات دمها خفيف خدوا الكنبة لأ حزب الكنبة دول الناس اللي هم عادين في البيوت مشاهدين ما لهمش علاقة بالأحداث يعني هم عادين يتفرجوا يتفرجوا آه عادين على الريكة كان الناس يقول أنه يعني مش هينزلوا فكان فيه عيلة خادت شالت الكنبة من البيت ونزلوا بيها بالشارع وقعدوا فلما قولنا وقتها حتى نحزب الكنبة